واحد للجانب أيضا يجب أن نتوقف عنده هو أنه حجم التغطية الإعلامية التي كانت في هذه المناطق المتضررة كانت تغطية إعلامية كبيرة جدا سواء من طرف المنابر الوطنية أو من طرف المنابر الأجنبية وهنا المعلومة كانت متوفرة فيكفي أنك تفتح أي قناة من القنوات وتشوف بالمباشر الجهود التي تقوم بها بلدنا تشوف مواطنين يتكلموا مع الصحافة الوطنية والدولية بدون أدنى ضيق فبالتالي هذا واحد من الدروس المهمة التي نظن بأنه بلدنا نجحت فيها أزيد من 310 صحفي أجنبي شاركوا في تغطية هذا الزلزال هذا يمثلون 90 في 90 وسيلة من وسائل الإعلام أزيد من 310 حوالي 312 صحفي أجنبي اللي كلهم كانوا يشتغلوا في حلجو ديال الشفافية وديال الحرية وأنهم غطوا جميع المناطق وتواصلوا مع المواطنين وهذا مرة أخرى بلدنا كتأكد بأنها بلاد يحترموا الحريات ويحترموا حريات الصحافة وما كانت تشيط ضيق على أي صحافة كيفما كان نعذيره ربع هؤلاء الصحفيين بالضبط 78 صحفي كانوا من جنسيات فرنسية 78 صحفي يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام 13 تم اعتمادها خلال هذا الزلزال و3 كانت عندها اعتمادات دائمة لك الربع ليل الصحفيين الأجانب اللي اغطوا الزلزال للحوز كانوا عندهم جنسيات فرنسية بالرغم من أنه شفنا والمغربة كلهم شفوا بأنه التغطية في بعض الأحيان لم تكن موضوعية ولكن لم يتعرض تشي واحد من هذا المنابير أو للصحفي لأي تضيق بل على العكس بلادنا أكدت مرة أخرى بعلنها بلادي الحرية كيفما كانت دائما وخاصة حرية الصحافة الصحفيين اللي جوا في السؤال ولن هدوا دخلوا البلادنا بغرض سياحي لم يدخلوا ولم يطلبوا أي ترخيص ولم يعلنوا على أنهم صحفيين يطلبون أنهم يقوموا بواحد العمل الصحفي في إطار واحد الاعتماد كما هو منصوص عليه من طرف جميع القوانين اللي كانت نظمة المجال هذا طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية السلطات الإدارية قامت ما هو منصوص عليه في القانون في ترحيلهم إلى بلدانهم ترجمة نانسي قنقر